قبل ما نروح مع كابتن أشرف لماطش القط مهم جداً حابب جداً أتكلم معاه ومعاكم أنتم كمان ففكرة المسابقات المحلية هي المسابقات المحلية دي بتتعامل ليه؟ هالفكرة بس ألقابه بطولات بتتحط في خزين أو في دولاب البطولات ودومتم وإلا القصة منافسة قوية احتكاك قوي يرفع من مستوى للفريق وبالتالي ما تروح لمنافسات دولية أو قرية على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية تقدر تكون على قدر المنافسة فكرة البطولات المحلية عموماً يا أشرف هل بتشوف أنها لها تأثير سلبي أو إيجابي على مستوى الأهلي وعلى مستوى المنتخبات؟ بعد اللي شفناه واللي بنشوفه من السنين طويلة جداً بطولة المحلية عندنا ضعيفة جداً ومسابقة المحلية ومسابقات المحلية بتفرز مجموعة من اللاعبين ضعاف الشخصية ضعاف التاكتيكياً داخل الملعب بدنياً داخل الملعب لما بتواجه فرق كبيرة ونوعيات مختلفة من التاكتيك والخطط مدارس المختلفة مدارس الكراوية المختلفة بتشوف الفرق قد إيه شاسع وكبير جداً جداً لازم يكون فيه تطوير انت بتكلم بنظر عامة بقى يعني أبعد شوى عن نادي الأهلي أنا بتهايلي مثلاً لما أجي أتكلم مثلاً عن الكرة السعودية وأقول إنه الدوري السعودي وهم ما عندهمش ولا لعب محترف في الخارج اتطور بشكل كبير جداً في السنوات الأخيرة فبقى فيه منتخب سعودي على أعلى مستوى وبقى فيه أندية سعودية زي الهلال وزي النصر وزي الاتحاد على أعلى مستوى لما تطلع تحتك بمدارس الكرة في أسيا مش هيبقى عندها مشكلة يعني منتخب السعودية لما يلاعب منتخب كوريا ومنتخب اليابان مش هما دول كبير القرة في أسيا مش هيبقى الآن قوي المشجع السعودي عارف وواصل تماماً إنه منتخب بلده قادر حتى على المستوى القري إنه يكون وأندية مش بس منتخب منتخب وأندية إنه يكون في صدارة المشا لما يجي بص على مستوى أفريقيا بص على الدوري المثلاً المغربي وإزاي برضو بقى واحد من الدوريات القوية والأندية المغربية رجاء وداد نهضة بركان حاضرين دايماً في المنافسة على كل ألقاب الأفريقية أقول لها الدنيا التوارد احنا عندنا باستثناء الأهلي صحيح طبع يعني حل الصمت رهي خلينا أقول لك مثلا بالشعب كده ولكن يعني هو دارك طبعاً دايماً تدي العيش لخبازه هو مثل شعبي ولكن دارك جداً يعني ادي الشغلين للمتخصص يعني أنا عندي مثلاً مدير إداري لازم يكون دارس وفاهم وعارب بيعمل إيه مدرب لازم يكون دارس وفاهم وبيتطور نفسه إزاي مدير رياضي اللي لسه عندنا في مصر واللي أنا مصر إنه يبقى متواجد في الند الأهلي وفي مصر كلها بشكل عام لأن الراجل ده بيبقى فاهم بيشتغل إزاي وبشكل عامل إزاي ويقدر يطور إزاي فكل حاجة بتديها للشخص المتخصص في ده بينجح بشكل كبير جداً جداً في مصر إحنا عندنا إحنا شايفين حتى بطولة الشباب استنغال النهاردة بتشتغل يعني بشكل غير طبيعي استنغال استنادي سلسائي كل حاجة ربعية أتكلم كاس عالم يعني أنا بعتبرش وصول الكاس العالم إنجاز بالنسبة لهم لأن ده العادي لكي بتكلم على بطولة أفريقيا بطولة أمم أفريقيا بطولة أفريقيا محليين وبطولة شباب تلاتة سنغال يعني كمان الأمل أو المستقبل نتيجة التخطيط الواضح جداً جداً عندهم فيه أمل كبير جداً جداً نهم يكملوا المشوار وبالتالي أنت عندك في مصر منظومة حياة للأسف يعني بتشتغل بشكل خاطئ جداً جداً وعمرها ما هتحقق نتاج إيجابية على مستوى البطولات المحلية خلينا نرجع للموضوع اللي بنتكلم فيه مستوى البطولات المحلية من تحت من المنتخبات ومن الأندية ومن قطاعات الناشئين والشباب أنت بتشغل بشكل خاطئ جداً وكمان بتهدم أن يبقى فيه فكرة فكرة تواجد مواهب الفترة اللي جاية نتيجة دخول الاستثمار في قطاعات الناشئين في الأندية اللي معه فلوس النهاردة بيلعب في اللي معه واش فلوس شرك فأنت كمان بتهدم المستقبل يعني ما عندكش تخطيط واضح لا أنت عندك تخطيط لتدمير الكرة المصرية أنا آسف الناس دي ما ينفعش تشتغل ما ينفعش وتمنى أن المسؤولين في البلد ياخدوا بالهم من ده ويكون فيه الفترة اللي جاية وضع مختلف عشان تقدر إن شاء الله تبني عليه الفترات اللي جاية وتخطيط قادم للجاية إن شاء الله